لعلنا نذكر مشاهدين أنه خلال الأسابيع الأولى من جائحة كورونا أفرغ الأمريكيون رفوف المتاجر من مواد التنظيف والمواد الغذائية أما الآن فهم يفرغون الحقول من أشجار عيد الميلاد منشقاقي ترصد إقبال الأمريكيين على مظاهر عيد الميلاد خلال كورونا نتابع ريكي هويباك يمتلك مزرعة لأشجار عيد الميلاد يقول إنه في العادة يبيع 500 شجرة في العام هذا العام باع هويباك أكثر من 900 شجرة وقبل حتى الموعد التقليدي لبيع الأشجار بعنا أكثر من 100 شجرة قبل عيد الشكر وعندها عرفت أن العام هذا سيكون مختلفا كنت أتلقى اتصالات من الناس يقولون أرجوك افتح أبوابك أبوبكيرا نحن بحاجة إلى شجرة لقد سأمنا من البقاء في المنزل هذا العام تشهد الولايات المتحدة نقصا حادا في أشجار عيد الميلاد حيث هناك ارتفاع في مبيعات الأشجار وزينتها وأضواء تزين البيوت وبما أن شجرة عيد الميلاد تستغرق 11 عاما للنمو للحجم المعهود فإنه نقص لا يمكن استبداله التوجه نحو تزيين البيوت يلحظه بإمعان جيم عابت الذي يمتلك متجرا يفتح على مدار السنة متخصصا بزينة عيد الميلاد في العادة زبائني هن جدات سيأتي أحفادهن وعائلاتهن للزيارة أثناء عيد الميلاد ولكن ذلك لن يحصل هذا العام بالتالي أرى أباء وأمهات يأتون لشراء الزينة فهم سيضطرون إلى التزيين من أجل أولادهم بالتالي زبائني أصغروا سنا هذا العام أما التحدي الأكبر لمن اشترى شجرة عيد الميلاد مبكرا هو أن تبقى حية لغاية يوم عيد الميلاد حيث يقول غويباك أنه يشجع المشترين باستخدام خلطة مغذية للشجرة لتبقى بارقة أمل في عام أظلمه كورونا من الشقاق العربية ليسبورغ فيرجينيا